الموضوع اللي حنتكلم في دلوقتي مش بس بيمس العلاقة المصرية الليبية ولكن كمان بيمس استقرار المنطقة بالكامل اللي حاصل في ليبيا ده ما بقاش مجرد اختلاف سياسي دي بقى اتحالة فوضى وعدم احترام للقوانين والشرعية وإيه اللي حاصل في ليبيا؟ تعالوا نشوف الموضوع ده بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم وأهلا بكم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في ترابلوس عربت عن استياءها وعن رفضها التام لما وصفته بالتصرف الدبلوماسي الأحادي اللي قامت به الحكومة المصرية بعد استقبالها غاسمي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في طبرق أسامة حمد طب ايه بقى هي تفاصيل القصة دي؟ من زمان والعلاقات ما بين مصر وليبيا متعقدة خصوصا من بعد 2011 لما قامت الثورة الليبية وأطاحت بالقذافي من وقتها وليبيا متقسمة ما بين حكومتين واحدة في ترابلوس في غرب ليبيا ودي معترف بيها دوليا ومنتهي ولايتها بالمناسبة والتانية في طبرق في شرق ليبيا مدعومة من قوات خليفة حفتر وكمان من مجلس النواب الليبي وبما ان مصر كانت دايما دعمة لفكرة الجيش الوطني الليبي الموحد والدولة الليبية الموحدة فلازم نتعامل مع الطرفين بحكمة وعقلانية خصوصا ان مصر بتعتبر ليبيا عمقها الاستراتيجي الغاربي وده ليه بقى ده لأن مصالح مصر مرتبطة بشكل كبير باستقرار الحدود الغربية وده شيء بديهي ولكن اللي حصل مؤخرا خلى حكومة الوحدة الوطنية في ترابلوس تعبر عن استياءها الكبير من موقف مصر وتحديدا بعد ما استقبل رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي رئيس حكومة طبرق بشكل رسمي في العالمين فحكومة ترابلوس شافت ان الخطوة دي ملهاش تأثير واقعي ولكنها خروج عن وحدة الموقف الدوي اللي كان متفق على رفض عودة ليبيا لحالة الانقسام والاحتراب طب هم شافوا الخطوة دي ازاي؟ هم شافوا ان الخطوة دي بتتعارض بوضوح مع الضور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة واستقرار الدولة الليبية وشايفين ان هي بتفتح الباب لمحاولات التشويش والتأسيم اللي بتهدد ليبيا الخارجية الليبية التابعة للدبيبة اشارت انها من اول ما بدأت شغلها كانت بتسعى لتجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع كل الدول المعنية بالملف الليبي خصوصا مصر وبيقولوا ان هم حققوا تقدم ايجابي في المجال ده وان الشعب الليبي بيعتز بالانجاز ده ومش هيسمح بالعودة مرة تانية لعصر الحكومات الموازية والصراعات الاقليمية والدولية اللي حولت ليبيا لساحة خلفية لحروب بابعاد دولية واقليمية يعني بيتكلموا كأنهم حكومة شرعية فعلا مش حكومة منتهية الولاية شيء عجيب فعلا على الجانب المصري بقى في اعتبارات مهمة لازم ان احنا ناخدها في الحزبان مصر شايفة ان ليها مصالح كبيرة جدا في شرق ليبيا خصوصا ان قوات حفطر بتمثل قوة مهمة في المنطقة دي اللي ليها تأثير مباشر على امن مصر القومي ومصر كمان عندها مصالح اقتصادية كبيرة في ليبيا عموما شرق وغرب سواء في اعادة الاعمار او في التأثير على التدفقات المالية والاقتصادية اللي بتيجي من ليبيا للمصر عن طريق التجارة او العمالة وفي الوقت اللي فيه تحذيرات من حكومة ترابلوس ان الخطوة دي ممكن تؤدي للعودة للتوتر والاستقطاب فالحكومة المصرية شايفة ان الاستقرار في ليبيا لازم ييجي من خلال دعم القوات الليبية اللي عندها القدرة على فرض الامن على الارض وده اللي بتمثله حكومة طبرق وقوات حفطر على فكرة ده بقى مش كلامي ده تحليل ورؤية صحافة رغب ليبيا نفسها مش شرق ليبيا كمان هم شايفين مصر بتتصرف بناء على ما سبق على اي حال نقدر نقول ان مصر بتلعب لعبة سياسية دقيقة جدا هي بتحاول توازن ما بين دعمها للحكومة الليبية اللي موجودة في الشرق واللي بتمثل مصلحة امنية واستراتيجية كبيرة بالنسبة لها وبين انها ما تخسرش علاقتها بالحكومة المعترف بيها دوليا برغم ان هي منتهية الصلاحية في ترابلوس ولكن في نفس الوقت تحرك مصر لاستقبال حكومة توبرق بشكل رسمي بيعتبر رسالة واضحة ان القاهرة مش هتتراجع عن دعمها للحكومة الليبية في الشرق التحرك المصري ده ممكن يتفسر على انه محاولة للضغط على حكومة ترابلوس علشان تقبل بشروط معينة او انها تدخل في مفاوضات مع توبرق طب ايه اللي ممكن يحصل بعد كده والله يا محترم السيناريوهات متعددة واختارها هو ان ليبيا ترجع لحالة الاحتراب والانقسام حكومة ترابلوس حذرت من ده بوضوح ولكن في المقابل مصر ممكن تكون شايفة ان استقرار ليبيا واستقرار المنطقة مش هيحصل غير لما يتم فرض القوة على الارض وده اللي بتحاول تساهم فيه من خلال دعمها الحفطر وللحكومة الليبية في الشرق وتاني ده برضو مش كلامي ده قناعات السياسيين فراغ بليبيا ولكن لازم ما ننساش انه اي تصعيد في ليبيا طبعا حيكون له تأثيرات كبيرة جدا على المنطقة كلها مش بس على مصر وليبيا استقرار ليبيا بيأثر على استقرار شمال افراقيا بالكامل وكمان بيأثر على تدفق المهاجرين لاوروبا وبالتالي لازم يكون فيه حظر شديد جدا في التعامل مع الوضع ده وبكده حضرتك تفهم ان مصر مستحيل تكون طرف في اي انقسام او حرب اهلية في ليبيا لان ده بيأثر علينا وعلى مصالحنا بشكل مباشر فاحنا مش هندغي نفسنا بنفسنا ولكن عموما خلينا نسأل ونقول هل استقبال مصر لقسامة حمد غلط؟ واستقبال الدبيبة للاتراك وتوطنهم في غرب ليبيا هو الصح؟ يا حكومة الوحدة المهنبية هنا بقى يظهر التناقض الصارق في موقف حكومة الوحدة الوطنية في ترابلوس هم طالعين يشتكوا ويعتاردوا على استقبال مصر لقسامة حمد وكأن مصر بتعمل حاجة غلط بس لما نيجي نبص للموضوع من الناحية التانية حنلاقي ان حكومة الدبيبة نفسها بتستقبل الاتراك وفتح لهم الابواب على مصرعيها في غرب ليبيا ومش بس كده دول كمان بيدوا تركيا حرية ان هي تعمل قواعد عسكرية وتتحكم في مفاصل البلد الموضوع مش مجرد استقبال الاتراك ده توطين بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومن مين؟ من الليبيين اللي المفروض ان هم بيحرصوا على سيادة بلدهم السؤال المهم بقى او السؤال اللي بمليون دولار ازاي حكومة الوحدة الوطنية تتكلم عن السيادة والاستقلال وهم بيسمحوا بتواجد عسكري تركي في بلدهم ده طبعا تناقض كبير ولازم مسألهم تاني السؤال اللي باتنين مليون دولار بقى انتوا ازاي بتنتقدوا مصر على خطوة دبلوماسية في حين انكم بتسمحوا الدولة اجنبية انها هتتحكم في اراضيكم وفي مقدراتكم لو فعلا حكومة الدبيبة كانت بتتكلم من منطق الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها كان المفروض الاول يعيدوا النظر في موقفهم من الاطراق وقواعدهم اللي بينشروها في كل حتة فرار بليبيا انه مواضح انه المصلحة الشخصية والسياسية عندهم اهم من مصلحة الوطن عموما حكومة عبد الحميد الدبيبة ده كان المفروض ان هي تكون حكومة مؤقتة تنتهي مهمتها بمجرد انتخاب حكومة جديدة من مجلس النواب الشرعي اللي في شرق ليبيا وبالفعل مجلس النواب الليبي اللي هو السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا قرر انه يسحب الثقة من حكومة الدبيبة وقرر انه ينتخب حكومة جديدة برئاسة اسامة حمد بس الدبيبة هو كمان قرر انه يفضل قاعد في السلطة ويرتصب للشرعية وكأن ليبيا ملك شخص للي خلفوه لما مصر تستقبل رئيس حكومة منتخب بشكل شرعي من البرلمان الليبي ده شيء طبيعي ومنطقي ولكن لما حكومة الدبيبة تنتقد مصر على الخطوة دي فده بيبين قد ايه هم مش مدركين لحجمهم او وضعهم القانوني موقف مصر كان وما زال ثابت ومش جديد مصر بتتعامل مع القوى الشرعية وبس مصر مش بترحب بارهابيين ولا لصوص ولا هربانين من العدالة بالعكس مصر بتلتزم بجميع المقاررات اللي صدرت من الاتفاقيات الدولية اللي اتعاملت لحل الازمة الليبية زي اتفاق السخيرات وبرلين والقاهرة مصر على مدار السنين كانت بتستضيف اجتماعات البرلمان الليبي ومجلس القبائل واجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة يعني من الاخر مصر بتسعى لتحقيق مصلحة الشعب الليبي ودعمه في الوصول لحل مستدام الدبيبة وحكومته مش قادرين يستوعبوا ان هم فقدوا الشرعية وان العالم كله بما في مصر بيطلبوا بتواجد حكومة شرعية جديدة منتخبة ولكن الدبيبة وصل لمرحلة جديدة او لمنطقة جديدة من العبط السياسي واللاوعي الادراكي لانك لما تطلب من مسئول المخابرات المصرية ان هم يردوا الاراضي الليبية فورا ردا على استقبال مصر لأسامة حمد فده قرار مش بس رير مسئول لا ده كمان بيؤكد قد ايه حكومة الدبيبة مش قادرة تسيطر على مفعلاتها بتتصرف بشكل عشوائي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خرج يستنكر التصرف ده ووصفوا بانه رير مسئول وده منطقي لان حكومة الدبيبة مش من حقها تاخد قرارات زي دي من الاساس الحكومة دي اصلا منتهية الصلاحية منتهية الصلاحية منتهية الصلاحية واجراتها ملهاش اي شرعية مصر في المقابل التزمت الصمت وفضلت محافظة على موقفها الهادي والثابت مصر عارفة انها بتدعم استقرار ليبيا وده اللي بيخليها مش مضطقة ابدا انها تتصرف بنفس الطريقة الانفعالية اللي بتتصرف بها حكومة الدبيبة التجارب والتاريخ اثبتوا ان مصر دايما كانت الاكثر حرصا على مصالح ليبيا وشعبها اللي حاصل ده ممكن يتفسر على انه محاولة من حكومة الدبيبة للتشويش على الوضع الغاهم في ليبيا هم عارفين ان شرعيتهم انتهت وانهم مش هيقدروا يكملوا في السلطة الفترة طويلة فبيحاولوا يشغلوا رأي العام بقرارات وتصريحات فعالية وكأنهم بيحاولوا يقولوا للعالم احنا لسه هنا احنا لسه موجودين بس الحقيقة انهم مش هيفضلوا موجودين لفترة اطول خلاص كده في نيتو يا خواجة مصر مش هتقبل انها هتتعامل مع حكومة فقدت شرعيتها وعموما الوضع في ليبيا معقد وممكن يحصل تصعيد اكبر لو حكومة الدبيبة فضلت تتصرف بنفس الطريقة الانفعالية مصر برضو هتفضل ثابتة في موقفها بدعم الاستقرار وده هيخلي حكومة الدبيبة في وضع صعب جدا في النهاية الشعب الليبي هو اللي حيدفع التمن لو استمرت الانقسامات دي وده اللي لازم الحكومة في ترابلوس تفكر فيه كويس جدا الخلاصة مصر بتتصرف من منطلق الشرعية والدعم الكامل للشعب الليبي في حين ان حكومة الدبيبة بتتصرف بشكل عصبي وانفعالي وبتحاول تثبت وجودها بأي طريقة حتى لو كان ده على حساب مصالح ليبيا وشعبها دي كانت وجهة نظر الشخصية والمتوضعة في التطورات الليبية الأخيرة اتمنى حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات ايه رأيكم في استقبال مصر الرسمي لأسامة حمد وايه تعليقكم على طلب الدبيبة مرادرة عناصر المخابرات المصرية للأراضي الليبية واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته